كل اليمنيين متهمون ما داموا لا ينتمون الى ميليشيا الحوثي الارهابية ولا يهرطقون في محارب العبودية بتمجيد الدم الازرق والطينة السلالية العنصرية في لعبة الاسقاط النفسي تستمرئ تلك الميليشيا توزيع التهم الجاهزة على من تريد لصرف الانظار عما تمارسه هي اصلا من جرائم عمالة وارتزاق وتجسس وتخابر في منظومة الارهاب الايراني ثم اذ هي تضع مصير اليمنيين تحت مقصلة التهم المعلبة كثيرا ما تكرر سوء الحبكة ورداءة الاخراج السينمائي في المسلسل الممل ولا سيما في جزئية اعترافات الضحايا المملات عليهم يدرك الجميع ان ميليشيا الحوثي الارهابية ما هي الا ذراع طيعة في خدمة اجندات خارجية لا علاقة لها بمصالح اليمن الا من حيث الاضرار بالوطن وانتهاك السيادة الدولية لليمن وميليشيا الحوثي الارهابية هي الوكر الاكبر للجواسيس والعملاء وشبكات التهريب والارهاب وعصابات الجريمة المنظمة والعالم السفلي وان تتهمك ميليشيا الحوثي الارهابية بالعمالة والتجسس فهي تمنحك في ذات الوقت صك براءة من كل التهم الموجهة اليك لا بد ان تكون نقيا لابعد حد ووطنيا الى اقصى درجة لتتهمك الميليشيا بالتخابر هذه هي القاعدة الثابتة التي لا تخفى على احد ولا بد ان ما تقوم به الميليشيا ينطوي على مخاطرة ستدفع ثمنها باهظا لانها مع كل تهمة جاهزة تؤكد استحالة تعايشها مع اليمنيين وتورط نفسها اكثر في جرائم التصفية العنصرية والانحياز العرقي الطائفي ضد اليمن ترجمة نانسي قنقر